شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثية إلى القطاع بصورة عاجلة ومكثفة تفاديا للكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة وخلال استقباله رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا باندرلاين على هامش عقادي مؤتمر الاستثمار المصري الأوربي جدد الرئيس السيسي تحذير مصر من احتمالات توسع الصراع التي تتزايد حاليا على نحو يتسم بالخطورة البالغة مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وسريعة لتفادي انزلاق المنطقة إلى دائرة جديدة وغير مسبوقة من الصراع هذا وقد شهد اللقاء اتفاق الجانبين على أن توصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفقا لقرارات الشرعية الدولية سيظل سبيل الأمثل لضمان الاستقرار المستدام بالمنطقة